الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا الليلة والحلقة الماضية التي كانت قبل اسبوعين أو ثلاثة في بعض الناس بيكون رأسوا انضرب يعني بيستغربوا نازل كل مرة بيجوا بيتكلموا في الصوفية وبقولوا ما تنادوا الشيوخ والشيوخ ما بيعملوا شي وما تعلقوا حجبات والشيخ ما بيعلم الغيب وما تحلف الشيخ وإلى آخره وبعد شوية بيقول وانزا آتم برد ما انصار السنة وفي شنو الحاسي شنو الناس رأسوا بيضرب ولك كنتوا بتتكلموا في الصوفية هس الليلة لماتوا الصوفية وبردو انصار السنة في شنو في رب العز والجلال قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الكلام دا مش واضح يا جماعة وأن هذا صراطي الصراط الطريق مستقيما طريق الله عديل مستقيم طوالب ودي الجنة دارب عديل نظيف بعدين قال لك فاتبعوه ولا تتبعو السبل السبل جمعو سبيل والسبيل الطريق رب العز والجلال قال لك أنا عندي طريق وطريقي دا عديل وطريقي دا بيجاي 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 بالجنبات في طرق تانية قال لك تابع طريقي والطرق التانية شنو ما لتتبعه كلام هاضح جدا عشكي الآية دي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رضي الله عنه في تفسير ابن كثير لهذه الآية قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال هذا صراط الله مستقيما وخط من جانبي الخط خطوطا وفي رواية أخرى في مسنة إمام أحمد لجابر رضي الله عنه خط عن يمين الخط المستقيم خطين وعن شمال الخط المستقيم خطين وقال هذه السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه يعني قال لك يا طريق حق دا بيدعو له رب العز والجلال يا طرق ضلال الطرق دا بيدعو له الشيطان الكلام دا واضح جدا يا ناس شكير رب العز والجلال قال يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير طيب ابقى في طريق حق تسلكه الطريق الحق دا شنو توحد الله تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام بس ما بشي وقال لك طريق الحق شنو وحد الله العبادة لالله براه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الدعاء عبادة ولا ما عبادة عبادة أيها طالما عبادة ندعو الله براه بس زي ما بتقول في الصلاة إياك نعبدوا وإياك نستعين نستعين بأله وزي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال في سنن التنمذ من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجته تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاسأل الله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف كلام واضح تجعل عقيدتك فيها الله صحيحة توحد الله سبحانه وتعالى الذبح مجعبادة فصلي لربك وانحر تطبح له الله بس ما تمش قبر بتعمية تمش له بتاع القبة تنزل له وتذبح له قل الله الشيخ أنا كولدي نجح بجي بطبح لك هنا ولدك الله ينجحه الشيخ في القبر جوه الله حي والله بتصرف في الكون دبر الكون نجح ولدك والشيخ مات ما بتصرف في الكون بدل تشكر الله سبحانه وتعالى يقوم في جيب جيب الخروف كر اطبحوا للميت حس الميت بيستفيد شنو ببيع جلود الميت جوه ببيع جلد بيأكل كبد الميت بيأكل لحم كعنا السي عملت له شي يديتها لدي دردكتها لفي في القبر بيأكل أنا دار عارف بيستفيد شنو جوه زولة زولة ما كفا ما لابس فانيلة داخلية ما لابسها ما كفا جوه الناس دي أنا ما عارف الحاصل والناس الحيين في ناس بيدعبوك حي تتصل به سلام عليكم على قوة السلام اننا حيطة وقعت ها تجد ان شاء الله تصلح علينا كويس بجيك الساعة تمانية صباحا لاتناشر ما يجيك الحي بيركبك معزورة الميت دتلين في كيف والحي التمبتلين في مرات بس سائل ولا كيف يا جمال الكلام ده مش واضح واضح ولا ما واضح حي تلقى ويورطك تركب معه مشوار وصلنهم بدا يوصلك المغابر بيكتلك بيدخلك تحت زيت واي ولا مصيبة حي بيورطك فكيف تتعلق بمن يتفارق الدنيا شكاية رب العزة والجلال قال وتوكل على الحي الذي لا يموت كذلك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني وصلي صلي زي صلاته شاء الله يقبل منك وتخلص لله سبحانه وتعالى وتعبد زي عبادته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الأول في البخاري التاني ده في البخاري ومسلم من رواية عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني أنه مردود عليه لا يتقبله الله سبحانه وتعالى وفي رواية وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي عبادة تعبد بها رب العزة والجلال وما عمل الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أمر بها مردودة عليك كأن تعبت من بالليل من العشة للصبح جاري لك لا لوبة كر كر هو 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 دي في دليل ما في دليل مردودة عليك يا خنس آهرت من بالعشة للصبح مردودة لأن الرسول ما ده ختم عليها لكن عبادة بسيطة وموافق السنة أفضل من عبادة كثيرة وموافق السنة قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ما قال أكثر عملا قال أحسن عملا عمل سمعكم انت قال الشغل بالكترة انت قال بالكترة هسدوا الحافلة حافلة مش كبيرة مكانتها منتهية مسيحة ولساتك الأربعة منفسة وكراسية مكسرة وتحت مصدية وقزازة مكسر والقائم بتاعها ملوي وركشة جانسي جديدة كرد أخير ياته ما غير الجديدة دي ديك ما كبيرة لكن دي أحسن منا لأنه دي أنفع منا فالشغل ما بالكبر الشغل بشنو بالحزن أن يكون العمل حسنا بعد ذاك تكتر من العمل الحسن بيكون خير فاني أنا الصوفية دي خلافنا معاون ولونا عبدوا الله بيقولوا لا لا الشيخ ما له إلا النادي الشيخ نقول لهم بيعلم الغيب الله براه يقولوا الشيخ ما له بيعلم الغيب نقول لهم يا ناس أزول الميد عمل قطع الرسول قال كذي والله أنا الحارقين النصفية ما بصدقوا الرسول ما يكذب عليك ولك بنحبه بنحب المصطفى صلى الله عليه وسلم إتها بتصدقه والله لأنه بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم في صيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان وفي رواية أو في لفظ إذا مات ابن آدم إذا مات الإنسان انقطع عمله مش كلام واضح الصوفي الزلمات عمل عنده وانقطع بمشي له أبوي الشيخ كذي شوف ليه الموضوع ده تم الرسول قال لك عمل انقطع إنتم صدق النبي صلى الله عليه وسلم قال لك عمل قطع إلا من ثلاثة والثلاثة ذيل ما فيني منك تنادي الميد إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له مخالف عديل يعني الرسول له جاسي في الزمن صلى الله عليه وسلم بلقى النازل درب مخالف عديل والله الذي لا إلى غيره اذكر الله في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله عنهما قال رأيت رأيت شوف تعالي بها عياني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدوا التسبيح بيمينه مش بيسبح بيده آي وبييمينه آي هن شايل الله لالوب زمن الرسول ما في لالوب لالوب دا في السودان بس وفي الزمن دا زمان ما في لالوب فيه في حبال ولا ما فيه ما عمسيب حتى تعمل ليه تعمل ليه ليه بتعمل والله مصائب تقيلة جدا المروحة تدور تقول ليه ركب لها رف رف رابع وقول لك ما بن نظر شغل الخواجة دا متين طيب مروحة ما بتنظر فيها دين الله بتنظر في ليه ليه تنظر في دين الله سبحانه وتعالى عربية تخسر في الخلا تقول ليه أنزي صليحة يقول لك شوفوا ليه كم مكانيك ما بنهاب بيشة حريقنا زاي عربية بنظر فيها عمارة تشقت يقول لك شوف لك مهندس ما نقوم كمان تسغرمونا بعدين تبقى في رقبتنا أي شيء تورع فيه إلا الدين بخش شمال طوالي قولك ما فيه شيء ما فيه شيء ما فيه شيء بنزل فيها وحي من السماء جبريل عزيز ستمية جناح انزل للأرض ادي الرسول عليه الصلاة والسلام الوحي ايجي يبلغوا للناس تنظير ساعة تقالوا ده وحي يأتي من السماء لذلك ده ما ساعة السوفية لما نخالفناهم القوم ديل ذاته كانوا ناس سنة ناس انصارت سنة في البداية توحيد وسنة هو وشيلون يدعون بالشباك وعكاكيز بعد شويل أخبته الهدية قبل ما يموت جاءوا في برنامج ده اسمه في حياتنا قال انا والله بحليفة مسجله صورة وصوت قال انا والله بحب البرعي والبرعي عنده شعر جيد جيد ولا جيد جدا وجيد شنوه انا دائرة عارف جيد دي شنو انا لو جبت جردل بتاع لبن مو جيد ده ممتاز عديل لبن تعبقر وجبت فنجان بتاع سم كبيته تاني بينفع بينفع يا ناس طيب عنده شعر جيد وعنده شعر مش فيه فنجان فيه شرك عديل شرك بالله تعالى برعي بقول ليه سلم يا ولد القلب البت ولد بت خلقه الله بيت قال الشيخ قلبه ولد شيخ اسمه يعقوب بن احمد الصريحابي وعصوه فيه سرق ساي انت قل لينا الكلام ده البرعي قاله وين بنقول لك فيه كتاب اسمه ليك سلام مني صفحة اربعين ليه خمسة واربعين ليه ستة واربعين او عك تقولك ساي تقول له قلمت في البرعي هو تكلم في الله سبحانه وتعالى انت بسكي ولا شنو تدافع لي الله ولا تدافع عن البرعي هو زولة ساء لي الله عديل الله جابه بيت شغال معارضة مع الله سبحانه وتعالى قال لي لا دارينا ولد قلبه ولد في سبحة بتقلب بيت ولد يا ناس فار بتقلبه كديسة توم بتقلبه جيري كديسة سبحة تقلب يا اخي قال سبحة جراء كرر قال البيت من بيت قلبه ولد ليه سلم يا ولد القلب البيت ولد تاني جاب قصيدة قال مصطفى عركينة مع ود علي المكروم وتت الفلاتي القلب العود مفهوم قال من عود قلبه بشر عديل كديسة قلبه انتايا من عود سماه بخيته في الكتاب ذاته ليك سلام مني ده بتحبه ده زعيم الجماعة بتاعنا السنة قالوا مخالفين للسنة قال قال أنا بحب البرعي تحب البرعي تحب البرعي شي تحيلك ما اللو مالك نعنا لأن تحب البرعي بن بغضك في الله سبحانه وتعالى قل لك يا مولانا ده قديم قديم يا مولانا قديم هو بكسي ثمانية وسبعين أنا ما اللو مال قديم وجديد لأن عندنا دين يدال لله تعالى به الرسول عليه الصلاة والسلام الله قال له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ونحن ما قلنا ذاك أشرك لكن عمل عمل شين لقال للرسول عليه الصلاة والسلام لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين يا أخي رب العزة والجلال قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله يوادون المودد المحبة ما بحبه أهل الباطل وأهل الشرك كيف تحبه دا بيجمع هدية دا مش بيجاي اسماعيل عثمان دا كبير دا مرقب غادي في الكباشي جاب بيجاي مرشد الطريقة السمانية ماذا حد سمانية دا العديل بيقولوا غير الله بيخلق عديل كذي مش غير الله بيخلق عفوا بيقولوا غير الله بيحيي الموت وبيخلق ذاته إن فتشتها بتلقاه لأنه دا البرع دا سماني دا بيخلق بيقولوه وبعدين يقولوا بيحيي الموت عديل بيحيي الموت الشيخ قال واحد اسمه محمد الشربيني عنده ولد اسمه أحمد ابن محمد الشربيني في كتاب اسمه أزاهير الرياض تاعة السمانية قال ملك الموت جايك بضروح ولد دا أحمد والشيخ اسمه محمد الشربين قال فقال له ارجع إلى ربك فراجعه فإن الأمر نسخ قال فرجع ملك الموت ما أقول يا أخي رب العزة والجلال قال إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فديل العاملين السنة مخالبات كثيرة يا ناس لا دارين نشط براسكن لكن لخبة تخليناهم واحد بيسب الصحابة في الفتحاب اسم محمد مصطفى دا بنبس الصحابة واحد بيغادي في الفتح اسم محمد الأمي إسماعيل دا بيخرج على الحاكم في المنبر واحد بيغادي هنا بيجا ينبدى السبيل وعلى الله قصده السبيل بيجا ينمز جسمه خاين وليد بيختوب فيه اسمه حسن الهواري دا بيجا ينبدى ناس محمد حسين يعقوب دا البدعون علماء أولا تقول الشباب بدعون علماء كبار ناس أحمد ابن يحيى النجم رحمه الله تعالى وعلماء مخالفين النازل والله الذي لا إلى غيره ها الساخرة محمد أمين دا قال السبحة ما فيه شي سبحة كر شغالة كتمت ما عارف ما شين لحد وين النازل والله الذي لا إلى غيره مصائب تقيلة وبلاوي وخليها نحن عملنا سيسلة إن شاء الله سيسلة بتكشف الجماعة فلا تبقى أنصار سنة ولا تبقى صوفي ولا تبقى أخو مسلم ولا تبقى جماعة تبليغ ولا تبقى معايزل أيوة يعني نبقى معاكم لا ولا معانا نحن أهم عملوه الرسول ما له تمام ولا ما تمام تمام تابعوا شق الدرب بس لقد كان لكم في رسول الله وسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ويشهد الله المستوي على عرشه أننا بلغناكم في هذا المكان ما تبقى معاي حزب ولا أي جماعة أي جماعة تجيك ورقه وقلم وسجل اسمك ويت أمين الدعوة ما فمانة ذاته ويت قروب بتاع القروش قروش بتاع شنو ويت الأمين السياسي ويت أمين الشعر واحد قال أمين الشعر في الجماعة اسمه مين حمده ولا حمده ما بعرف ده كذي ما صلى حمده دهك لا لا ده اسمه عبد الحفيظ جابه في رفاعة غافلة في مسجد كشكوش بغادي بعدين جابه وكشكوش قاعد وراي كشة بعدين قدمه قال نقدم شاعر الدعوة يا ناس الدعوة بيقد فيها شاعر والحاصي شنو يا ناس قال نقدم شاعر الدعوة ما سكى الماكرافون أنا صليت رقعتين ومركتها سامع بره قال قال الرسول ما حصل قال لي زول لي أبي جال ولا لي أبي لهب يا كافر يا معقولة يا ناس الله قال للرسول قل يا أيها الكافرون وقال تعالى تبت يدها أبي لهب وتب دي نازل مش زادها موية موية بتاعت صرف صحي ومسائل طويلة وبلاوي كثيرة وهو عك تجد زوزي زي جدادة ما قادر تبيض بيض هنا جنب البصل ده وتعفن ما تخش الجامعة تان هو عك تجد زوزي بي جاي ونحنا ما بنخليكن ما بتخلينا وين يعني والله غلبتنا الشغل وقفونا ما بنخرج بنركب الرقشة دي فوق تلقانا زي جردت طالح فوق نركب الرقشة ونشغل المكرافون وش الجماعة بقولوا كيلو الموز بي كذي وكيلو نحنا بنقول التوحيد جنة الاتباع جنة شرك النار ونبقى مارقين والله ما فيش توقف تاني وين شغل دي ما اشياء والله يتقبل والكلام يطول فالجماعات دي كلها نحن بلغناك نصيحة لوجه الله إياك تسجل اسمك كذي مع جماعة ولا تبقى مع طايفة خليك حر كذي تلاقي الله براك الله يتجاوز عنك ويرضى عنك أسأل الله بأسماء الحسن وصفاتي العلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ويأخذ بنا وصينا جميعا إلى البر والتقوى جزاكم الله خيرا صلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله